التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق إسامة عسكر قائد قوات الدفاع الملوية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين في مختلف المجالات وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بعلاقات التعاون العسكرية التي تربط القوات المسلحة المصرية والمالوية متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين